السلام عليكم شباب وإياكم مرتضة جليحاوي طبعا الطاقة الشمسية واحدة من الطاقات النظيفة تكون صديقة للبيئة ممكن أكثر الشركات اللي تستعملها ما راح تخلف تلوث ولا آثار بيئية قوية شركة شاومي سجلت براءة اختراع لجهاز يستعمل الطاقة الشمسية أو تقدر تقول الطاقة الشمسية لشحن الجهاز هاي البراءة اختراع تم رصدها في المكتب الإعلامي لبراءة الاختراع من شركة شاومي أنه عدتها جهاز هذا الجهاز يعمل بالطاقة الشمسية وتقدر تقول يشحن الجهاز بالطاقة الشمسية هل أنه شحن كله بشط طاقة شمسية لا هذا الجهاز يعمل بشحن اعتيادي هو نفسه هو أصلا جهاز اعتيادي يشحن بالطاقة الكهربائية العادية لكن الطاقة الشمسية راح تكون بديلة الجهاز نفس الهيكل أو نفس الشكل الأجهزة الموجودة حاليا لكن الظهر راح يكون بألواح شمسية نفس الموجودة بالألواح شمسية بهذه بالمؤسسات الكبيرة او المنازل الذكية هاي الواحي الشمسية رح تجيب طاقة شمسية وتخزن بالجهاز وتشحل الجهاز الشوكة ما اريد حتى ممكن من النهار الليل ما احتاج اصلا اخلي الجهاز على الشاحن الكهربائي هاي الفكرة جدا ممتازة اذا طبقت بكثير من الاجهزة طبعا هاي الطاقة اذا استعملت بكثير من الاجهزة رح الاجهزة رح تكون الهاء رغبية اكثر ليش لانه انت ما تهتم اذا انت بالنهار خاصة انه الجهاز تعرضه مجرد تعرضه للضوء رح يكتسب طاقة و رح يشحلك الجهاز بشكل رسمي لكن ما اعرف الحماوة شنون رح يصير وياه الجهاز خطط اللي انتشر عن هذا الجهاز اللي سجلت لبراءة اختراع يكون جهاز عبارة عن جهاز اعتيادي بشاشة ما يقارب 6 انش بكاميرتين من الخلف لكن هذا الجهاز يحتوي على الواحي الشمسية من الخلف طبعا هذا الجهاز سوف يحتوي على منافذ الاعتيادية هي 3.5 للصوت واليو اس بي تايب سي لشحن بالكهرباء طبعا هذا الجهاز سوف يكون اعلان عنه بشكل رسمي قريبا جدا ليش يعني الشركة لوحت على هذا الشي او تقدر تقول انه شركة شاومي ما تصبر على اي تقنية عدها شركة شاومي اي تقنية تحصلها او تريد تطبقها بالاجهزة ما تصبر كثيرا ممكن انه شار ممكن انه شارين تعلن عن هذا الجهاز حتى لو كان الجهاز متوسط اتجرب هاي التقنية بهذا الجهاز اذا نجحة تصدرها للاجهزة اللي فلاكشيب كل احنا نعرف انه شركة شاومي اول اول من الاوائل اللي جابت الشاشة الكاملة من نجحة بالاجهزة المتوسطة صدرتها للاجهزة الكاملة وهذا الشي اكثر الشركات تنزلين بشاشات كاملة من البداية النهاية حتى الشركات اللي ما كانت تتفكر بهاي الفكرة عنه هذه الفكرة انا اتوقع انه الفكرة قديمة موجودة وممكن شركة سامسونج كانت تتفكر بهي تشغلة لكن اما كنصلتها او ما اعتبرتها اهمية او مخلت لها اهمية فممكن شامي راح تنزلين الجهاز ممكن اول جهاز يعمل بالطاقة الشمسية لكثير من البلدان ممكن ان تستعمله او انت مرتاحة من الشحن يعني ما راح تهتم للشحن نهائيا فقط ممكن بالليل تحتاج الشحن اذا ما عندك شحن ممكن ان تستعمل الكابل او المصدر الكهربائي في نهاية الفيديو اتمنى اعجبكم الفيديو دائما شركة شاومي تسعفنا بتقنياتها الجميلة اذا نزلتها على ارض الواقع ووسطتنا هذه الاجهزة او ياكم مرتضى الجريحة ولا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة وفي امان الله